أدار 2005 الذين أزهلوا العالم بوعيهم وإدراكهم للمخاطر التي تستهدف أمنهم واستقرارهم وأحلامهم بوطن حر سيد مستقل تسوده العدالة والمساواة وتحترم فيه حقوق الأفراد والجماعات إن هؤلاء الشبات والشباب هم أول من كسر حاجز الخوف في وطننا العربي ورفع الصوت عالياً في وجه التردد واليأس والضياع واستطاع هؤلاء الشباب أن يرسموا خارطة الطريق إلى دولة الاستقلال الثاني بإرادة صلبة ووعي استثنائي لكل الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكانوا يعرفون أن الطبقة السياسية أسيرة أوهامها واضطهادها والتنكيل بها وسلبها إرادتها إن هؤلاء الشباب أعادوا إلى ساحة الحرية صورة لبنان الواحد بأبهى صوره وتماسكه وإرادته بالعيش معاً والسير قدماً نحو استعادة الدولة المدنية الحديثة التي وعدوا بها بعد اتفاق الطائف والتي لم تكتمل عناصرها لألف سبب وسبب من أجل أن يبقى لبنان متخبطاً بأزماته وبحاجة دائمة لمن يدير تلك الأزمات إن بطولات شباب 14 أدار وتضحيات شهدائهم رفيق الحريري باسل الفليحان سامير قصير جورج حاوي جبران تويني بير جميل أنتوان غانم وليد عيده وسام عيد وسام الحسن والشهداء الأحياء مروان إحمادي ليس المور ماشديا هي أمانة في أعناقنا أفراداً وتيارات وأحزاب كانت إرادة الشباب هي الرافعة الحقيقية لنا جميعاً وهي من استطاعت إعادة التوازن للمشهد الوطني مما ساعد مراراً على الالتقاء في نقطة جامعة بين كامل مكونات الوطن إلا أن التدخلات الخارجية كانت تطيح بوحدتنا وأمننا واستقرارنا إنني أقدر عالياً للأمانة العامة لقوى 14 الربع عشر من أذار إن استطاعت أن تبقي على الروح الوطنية الجامعة لقوى 14 أذار وعلى الأمل لدى شباب لبنان وأن كنا جميعاً قد قصرنا في مسؤولياتنا لجهة تطوير الآليات المدنية لكي يمارس هؤلاء الشباب شراكتهم الوطنية دون الخضوع للاستقطاب الحزبي أو الطائفي إنني أتوجه من هؤلاء الشباب بالاعتزار الشديد عن كل الأخطاء والممارسات الخاطئة والرهانات الخاطئة وعن استدراجنا لأوهام إعادة تكوين السلطة بدل من اهتمامنا بتعميق الوحدة الوطنية وإقامة دولة المواطنة التي تكون فيها السلطة في خدمة الفرد والمجتمع وليس العكس لنعيد للمواطن حقوقه على دولته ولنمنع إرهابه وترويعه وكسر إرادته وطموحه بأن يعيش في وطن حر سيد مستقل وهذا ما يستطيع أن نعود إلى روحية أدار وأن نضع أنفسنا تحت قيادة هؤلاء الشباب وإننا نسير على خطاهم لكسر حاجز الخوف من خلال المبادرة الوطنية بكف خوف والتي نطمح أن يوقعها خمسة ملايين لبناني في لبنان والمغتربات لنعيد الاعتبار للمواطن الفرد وحقه في التعبير عن رأيه وشراكته في صناعة مستقبل بلاده ولهذا أيضا فلقد أعلنت بالأمس في عاصمة 14 أدار طرابلس والشمال بأن الأول من أيلول سيكون يوم المواطن الكبير في دولة لبنان الكبير أي في الزكرة 93 لإعلان دولة لبنان الكبير ولما كانت 14 أدار في أصل تكوينها وأهدافها هي حركة سيادية استقلالية فإننا سنطلق بدءا من الأول من أيلول الفعاليات من أجل الزكرة السبعين لاستقلال لبنان الذي نريده استقلالا كاملا في وطن حر سيد مستقل عاشت الوحدة الوطنية عاش شباب لبنان عاش دولة لبنان الكبير عاشتم وعاش لبنان أحبائي وأهل مدينتي أيها اللبنانيون نلتق اليوم في هذه الدار العامرة تحت عنوان العيش الواحد في الجنوب مسئولية وطنية مشتركة ونحن على مسافة أسبوعين من حدث كبير شهدته منطقة عبر ومدينة صيد العزيزة على قلوبنا والذي كان بمثابة إعصار تسبب به بالأساس منطق الخروج عن الدولة وسلطتها ومنطق الاستقواء بالسلاح غير الشرعي ومنطق الغرور والتكبر ومحاولة إخضاع الآخرين ومنطق محاولة فرض السيطرة الفئوية والميليشيوية سأتكلم بصراحة لأقول إن المنطقة والمنهاج الذي يعتمده بعض الأطراف باحتقار الدولة اللبنانية ومؤسساتها واعتبارها عاجزة أو فشلة ومقصرة وبالتالي يجب السيطرة عليها وتطويعها وإخضاعها هو الذي أفسح ويفسح الطريق للكثير من المشكلات التي عانينا وسنعاني منها خلال فترة مقبلة بالأساس فإن الشعارات والمطالب التي رفعها في البدء الشيخ أحمد الأسير هي شعارات ومطالب تتحدث بها فئات واسعة من الشعب اللبناني ومنهم سكان وأهالي مدينة صيدة وهي المدينة التي لطالما كانت تقول لا للسلاح غير الشرع وأيضا لا لسيطرة سلاح حزب الله على الحياة العامة ونعم لمعاملة متوازنة وعادلة من أجهزة الدولة لجميع المواطنين دون أي استثناء أو تمييز لكن الخطأ الذي وقع فيه الشيخ الأسير أنه بتصرفه وبأسلوبه غير المقبول سمح باستدراجه لارتكاب خطيئة كبرى تمثلت بإقدامه على قطع الطريق وبعدها لحمل السلاح ومن ثم للاجتباك مع الجيش والوقوع في الفخ الذي نصب له وللمدينة حين انطلق الشيخ الأسير في تجربته وأقدم على قطع الطريق العام وأعلن الاعتصام لم نتردد يومها في أن نقول رأينا بصراحة وبلا جازمة أننا لسنا مع قطع الطرق العامة وأننا ضد حجز حريات الناس وإهانة الآخرين والتطاول عليهم لأننا نرفض هذا التصرف وهذه الممارسة بالمبدأ ولأننا نعرف أهداف المتربصين بصيدهم لكن قبل أسبوعين وقعت الواقعة في المدينة إثر تعرض حاجز للجيش في منطقة عبرد الاعتداء والرجوم وهو المكلف الحفاظ على حياة جميع المدنيين وعلى الأمن وعلى هيبة الدولة ولغد كان من الطبيعي أن لا يسكت الجيش عن أي اعتداء يطال عناصره وضباطه وهيبته ودوره وهنا أود أن أقول وأكرر ما قلته سابقا وهو أن أي اعتداء على الجيش اللبناني من أي جهة أتى وبأي طريقة كانت هو اعتداء مرفوض ومدان وهو بمثابة عمل جرمي بكل المواصفات ومن ارتكبه يجب أن يحاسب عليه الجيش في لبنان ونتيجة للتجارب المريرة التي عانى منها الشعب اللبناني على مداري تاريخه الحديث هو الأداة الأمنية الحامية والجامعة الحامية للمواطن والدولة والحدود والاستقلال والسيادة والأداة الجامعة لللبنانيين والتي ينبغي لها أن تكون الوحيدة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية التي لها الحق الحصري في حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء بمعنى آخر إن أي سلاح آخر خارج سلطة الدولة هو سلاح غير شرعي وسلاح فئوي مرفوض ومدان حامله وناقده ومستعمله أحبائي وأهل بلدي أيها اللبنانيون إن ما قلته الآن هو نصف ما يجب أن يقال وما شهدته منطقة عبرى ومدينة صيدة وأهلهم الكرام إنهم وهم أهل سلم ومدنية وعيش مشترك تعرضوا للمهانة والإذلال والامتهان كرامتهم دون أن يرتكبوا جرما ولقد كان بالإمكان نزع فتيل التفجير وإزالة شقاق السلاح والفتنة وتجنيب المدينة والبلاد هذا الامتحان لكن هناك من أصر على إبقاء فتيل التفجير رغم كل المساعي التي بذلت من أجل إزالتها والتي لم تنجح في إقناع المتكبرين بتعديل خططهم لذلك فقد خوبلت طلبات الساعين للخير والاتقاء الفتنة والتي استمر بذلها حتى الساعات الأخيرة التي سبقت الحدث المؤلم بالرفض والمماطلة والتملص ولا ننسى هنا أن نذكر أنه قبل ذلك كان قد قتل شابان من أبناء المدينة هما لبنان العز وعلي سمهون والذي قتلهما ما يزال طليقا حرا وتجري مواجهة طلبات سوقه للعدالة بذات الرفض والمماطلة والتملص وكذلك بالتلكئ من جهة السلطات المعنية لذلك أقول إنما جرى منذ أسبوعين في عبر شابته أسئلة ما تزال حتى الآن من دون أجوبة ولذلك نحن نطالب بتحقيق قضائي شفاف وعادل لكي تظهر كامل الحقيقة فتطمئن عندها قلوب المواطنين وبالتالي تزول هواجسهم ويهدأ غضبهم وتتعزز الثقة بالدولة وبمؤسساتها أعود لأكرر وليشدد على أننا نحن نرفض أن يتعرض الجيش اللبناني للاعتداء ونعتبر أن ما تعرض له عمل إجرامي غادر لكننا في الوقت عينه لا نقبل أن تشارك ميليشيات حزب الله في القتال إلى جانب الجيش اللبناني في مواجهة الأبرياء من أهل المدينة ففي الوقت الذي كان فيه الجيش يخوض المواجهة مع المسلحين في منطقة عبرى كانت عناصر ميليشيات حزب الله تنفذ انتشاراً عسكرياً بأعداد كبيرة في كل منطقة عمليات الجيش وذلك حسب ما شاهده المئات من الصيدويين وهي كانت تشارك في القصف والاقتحام والتفتيش والتدقيق والتحقيق والتنكيل بالناس وبعد ذلك في سرقة بعض البيوت وهنا يحضرني سؤال هل كان حزب الله على علم بعملية عسكرية؟ فتحضر لها؟ كيف جرى ما جرى؟ لماذا كان انتشار ميليشيات حزب الله التي لم تكتفي بتوسيع نشاطها في القصير وحمص بل انتقت الانتشار في عبره ومجد اليوم؟ طرحنا الأسئلة ولم نحصل بعد على الأجوبة كيف سمح الجيش بذلك؟ ولماذا ومن هو المسؤول؟ كيف فارق الشهيد نادر البيومي الحياة أثناء التحقيق معه من قبل الجهاز الرسمي؟ لدينا معلومات وليس انطباعات أن أكثر الشباب الذين أوقفوا بصيدة وعلى الطرقات تعرضوا للتعذيب والتنكيل لدى مخابرات الجيش بصيدة أو من جانب عناصر من حزب الله كانوا يهنونهم طائفياً ثم تعرضوا للتعذيب والتنكيل إن الأفلام التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكان آخرها بالأمس عن ممارسات لعناصر وضباط الجيش غير مقبولة ولا يجوز ولا يمكن أن نسمح بأن يتحول بعض العناصر في جيشنا الوطني إلى أشباه ميليشيات وحسناً فعل الجيش وكما أعلن بالأمس وفي خطوة جيدة إلى إحالة أولئك العناصر الضالعة إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وهي الإجراءات التي نأمل أن تستمر وتشمل الممارسات المرفوضة الأخرى ولكن على أي حال هناك مشكلة ويجب أن يتم الاعتراف بها والتعامل معها بجدية وإلا فعلى الدولة والوطن السلام وهذا الأمر ما لا يريده اللبنانيون أيها الإخوة يقول السيد المسيح إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ وإذا تصرفت بعض عناصر وضباط الجيش كتصرفات الميليشيا كيف سيكون حال الوطن وانتظام تطبيق القانون؟ نحن نسأل لماذا تم اعتقال وتوقيف شبان من مدينة صيدة على أيدي عناصر ميليشيات الحزب وأعوانه؟ وقد خضع بعضهم للتحقيق واليهانة لماذا دخلت عناصر حزبية شققا ومنازل وفتشوها وتمت سرقتها؟ وكيف تم ذلك؟ وكيف تم ترتيب وتنفيذ هذه الجرائم بحق أهل المدينة والسماح بها والسكوت عنها؟ الجيش الذي دافع عن كرامته بحق في صيدة عليه أن يدافع عنها في كل مكان من لبنان وتجاه كل معتد ومتجاوز وليس مقبولا تطبيق القانون في صيدة والاقتصاص من الذين يخالفونه بينما يجري التغاضي عن التجاوزات الجسيمة على الدولة والقانون في مناطق أخرى هل من المعقول السماح لحزب الله أن يعمل على تفريخ واستنساخ تنظيمات مسلحة هنا وهناك وليس في صيدة وترابلس وبيروت والبقاع وحسب بل وفي أكثر من بلدة لبنانية وهذه التنظيمات تعمل بتوجيه تحت مسميات متعددة ليس آخرها اسم سرايا المقاومة لكنها في الواقع سرايا لفرض الإرهاب والوصايات وافتعال المشكلات والأزمات والتوترات والفتن ونقلها وتعميمها إخواني وأحبائي أيها اللبنانيون حين رفعنا النائب بهية الحريري وأنا مذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية ضمنها مطالب وأسئلة محددة نريد أجوبة عليها ونحن لن ننساها أو نقبل أن تصبح مهملة لقد أعلنت مدينة صيدة عبر تاريخها وسلوكها أنها تنتمي وتنحازو بشكل حاسم إلى الدولة وهي بانتظار أن تقرر الدولة القادرة والعادلة أن تستوطن صيدة وتلتفت إليها حين اجتمعنا مع قيالة الجيش في السراي الحكومي كان اجتماعا صريحا طرحنا فيه كل القضايا بصراحة شديدة وبمسؤولية ونحن على ثقة بأن مؤسسة الجيش هي مؤسسة تخضع للقوانين والأنظمة ونحن بانتظار أجوبة عن الأسئلة التي طرحناها ونحن بانتظار الخطة الأمنية الشاملة لمدينة صيدة التي يجب أن تكون مدينة منزوعة السلاح آمنة لا وجود فيها لأي سلاح خارج عن الشرعية ولا لمكاتب وعناصر مسلحة تحت أي حجة كانت نحن يا أبناء صيدة أيها الإخوة والأخوات نحن أهل اعتدال وأهل دولة نتمسك بتطبيق القانون نرفض الطائفية والمذهبية ولا نريد أن ننحاز للعصبيات بل للوطنية لكننا في الوقت عينه نحن أهل كرامة وصيدة لا تقبل أن تستباح وأن تنتهك كرامتها وأن يتم الاستخفاف بأهلها واستغلال تأييتهم للدولة وانحيازهم للاعتدال لكي ترتكب بحقهم التجاوزات نحن لا نقبل بالتعدي على الآخرين ولا على مؤسسات الدولة وخاصة الجيش اللبناني لكن في الوقت عينه لا نقبل أن يعتدي أحد علينا ويستبيح ساحتنا ومنازلنا ويشارك فريق من مخابرات الجيش في ذلك وليس في صيدة فقط بل في بيروتا وطرابلس وعرسالة وعكار ومناطق أخرى إن السلطة لا يمكن أن تقوم وتحتفظ باحترامها إلا بالتلازم مع تحمل المسئولية وبالتالي المحاسبة على أساس من ذلك والالتزام الدائم بالقانون وبالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها ترجمة نانسي قنقر